في هذا المقطع سأجعلك ترفع من نسبة تركيزك بحيث تجلس ساعات طويلة في إنجاز أمر ما دون أن تشعر بالتشتت أو الملل سأجعلك إنسان خارق بعهن الله وبعدها لو كان هدفك دراسة ستصبح متفوق ولو كان عمل ستصبح ناجح ولو كان هواية ستصبح مبدع بإذن الله فالتركيز في يومنا الحالي مثل القوة الخارقة التي لا يملكها الكثير فأنت عندما لا تنجح في أمر ما تتسلل إليك فكرة ربما أنا غبي والحقيقة التي ستكتشفها اليوم أن مشكلتك مجرد تشتت وفقدان تركيز لا أكثر دعنا نرى بقدار تركيزك الحالي أريد منك أن تقوم بفتح تطبيق المؤقت على هاتفك وتقوم بتشغيله وأول ما تشعر بفقدان التركيز أو التشتت أثناء مشاهدة هذه الحلقة أوقف المؤقت ثم أحفظ الوقت الذي وصلت إليه وأكمل الحلقة أغلب الناس العادية بين قوسين تفقد تركيزها بعد 11 دقيقة في المتوسط سنزيد هذه القيمة لساعات بإذن الله أعلم أن أغلبكم يشاهد الحلقة من الهاتف افتح المؤقت الآن موراك وليس عقلية المحارب السموم الرقمية الإحصائيات تقول أن 75% من الناس إشعارات الهاتف هي السابر الرئيسي لفقدانهم تركيزهم أنت نعم أنت أتحداك أنك أول ما تستيقظ تحمل هاتفك وتتصفحه وأتحداك أنك أثناء الدراسة أو العمل يكون بجانبك وتترقب إشعار منه وأتحداك أنك أنت الآن وأنت تشاهدني عليك أمر أهم يجب أن تقوم به أغلبنا هكذا إبقى أواحة فيك ويطلع من المقطع الآن يبفي الضبير فجاء المزعج ليس هنا اسمع في كل مرة يتم مقاطعتنا بإشعار من الهاتف يستغرق الأمر معنا حوالي 23 دقيقة لنعود إلى التركيز الذي كنا عليه قبل أن يأتي الإشعار يعني فكر فيها هكذا كل إشعار واقف عليك بفل الساعة تضيع هباء من حياتك تخيل يعني فرضا تكون تدرس في أمان الله بتركيز لنقول وفجأة شخص تعرفه معرفة سطحية يرسل لك إشعار من آخر الأرض لديه قدرة على أن يفقدك تركيزك بل ويسرق من وقتك وقتك مفتوعة البحري كما يقال يعني أي شخص يستطيع أن يمر ويسرق منه أي تركيز يا رجل أي نجاح الحل لو قلت ارمي هاتفك وركز ولا تستخدمها أثناء الدراسة أو العمل وهذا هو الفعل الصحيح على الأغلب ستغلق المقطع وتخرج لأنك مدمن عليه حقيقة هل أوقف أحدكم الموقت حتى الآن جيد خليك محارب أو محاربة لذلك أيها المحارب أو المحاربة إن لم تتمكن من ترك هاتفك استخدمه في زيادة تركيزك كيف؟ أولا أوقف الإشعارات في هاتفك كل الهواتف بها أوضاع تستطيع برمجتها بحيث تحجب الإشعارات عنك مثلا في الآيفون يوجد وضع التركيز أو وضع عدم الإزعاج فقبل أن تبدأ بأي مهمة ضع الهاتف في وضع التركيز وهكذا لن تأتيك إشعارات ثانيا استخدم الهاتف نفسه في زيادة إنتاجيتك مدام الهاتف بقي بجانبك استخدمه في منفعتك في المهمة التي تقوم بها مثلا أجل الكثير من الطلاب يستخدمون شات جي بي تي أثناء دراستهم فعندما لا يفهموا الأمر ما في المنهج بدل أن يشعروا بالإحباط ويتركوا الدراسة ويؤجلوا يسألوه مباشرة هذا يحفزك أكثر على أن تكمل في دراستك ويكون الهاتف سببا في مساعدتك في التركيز وقس على ذلك في غير الدراسة ننتقل للساب الثاني لفقدان التركيز أحلام اليقظة بالضفط أثناء الدراسة أو العمل يأتيك الشيطان على هيئة حلم يقظة وفجأة يأخذك هذا الحلم لأماكن بعيدة وتؤلف به سيناريوهات في عقلك ويمتد بك الوقت وأنت تمضي في هذا الحلم ولا يتشتت تركيزك فقط بل تنسى ما كنت تقوم به أساسا إن كان إشعار الهاتف يأخذ منك فيل الساعة لتعود لتركيزك السابق أحلام اليقظة تحتاج ساعات مثلا الحلم اللي ترند الآن لدى الشباب هذه الأيام إنه يدخل عالم التداول أو يشتري عمنا رقمية فجأة يرتفع سعرها إلى مليون ضعف فيصبح فجأة مليونير فيشتري سيارة وبيت وغير المطاعم والفنادق وفجأة بعد أن يصبح غني يذهب إلى شخص راهن على فشله وينتقم منه يعني أكشن خيال علمي العقل يفصل تماما عن التركيز الذي كان به وهو مع الأسف مهمة بسيطة لا يستطيع أن يركز بها بالمناسبة لأصحاب ذلك الحلم الترند بدل أن تحلم عبثا دعني أدلك على منصة تعليمية هدفها تحويل هذا الحلم اليقظة إلى حقيقة بإذن الله الكثير من الشاب الآن يغريه مجال التداول وهي أصبحت موضة هذه الأيام فيقرر فجأة أن يقفز إلى هذا المجال ويجد نفسه قد خسر ماله ووقته وصحته وذلك ببساطة لأنه لا يملك المعرفة الكافية ولا الخبرة اللازمة ولا الخطة الواضحة يعتقد أنه سيدخل ذلك المجال وبضع نقارات سيصبح مليونير كما في أحلام اليقظة الخاصة به يعتقد الأمر سهل والحقيقة أنه ليس كذلك لذلك أخذ عندك منصة فلاكيدو منصة تعليمية مجانية مختصة في تعليمك في هذا المجال لديهم دورات تعليمية شاملة اذهب وتعلم وطور من نفسك إذا كان هذا من أحلام يقظتك يخبرك القائمين على هذه المنصة أنه بدل أن تتسوق من خلال أمازون وتتصفح من خلال جوكل وتتواصل من خلال فيسبوك لما لا تربع من هذه المنصات بشكل مباشر بدل أن تكون مجرد مستخدم لما لا تصبح مستثمر لو كنت في هذا المجال مسبقا ولديك أسئلة كثيرة وتحتاج أن تجلس مع الشخص خبير يجيبك على كل استفساراتك ويصبح مثل المرشد لك تستطيع هذا الأمر من خلاله من خلال حتى مكالمات الفيديو المباشر يعطونك النصائح المباشرة لتنظيم رأس مالك وتحقيق النجاح المطلوب هم ليسوا منصة تداول هم يقيمون لك شركات التداول المختلفة يخبرونك الجيد والسيئ منها يعطونك وإشارات تداول يومية يعطونك توصيات نسخ للتداول بالمجمل مساعدتك وفي حال استثمرت من خلالهم يعطونك بونس على أول إذاع بقيمة 100% وضعت لك في الوصف الرابط الخاص فيهم اذهب وامضي في هذا الحلم اليقظى إن كان من أحلامك طبعا أنوه أن هذا المجال به الكثير من الشبهات احرص أين تستثمر وتحرى رأي الشرع في كل سهم وشركة تشتري بها وتستثمر بها اللهم إني بلغت اللهم فشهت الأغلب الآن فقدت تركيزك أو أغلقت أو ستغلق المؤقت إن كان كذلك الوقت الذي مر إلى الآن مكتوب على الشاشة هنا كما ترى أقل من المتوسط المتوسط 11 دقيقة أتعرف ما سبب ذلك السموم النفسية أغلب من يفقدون تركيزهم بسرعة كما حال البعض قبل قليل هم ناس حزينون قلقون متوترون عندما تكون قلق بشاء مشكلة ما تلاحقك أو توتر يؤرقك الدماغ لن يتمكن من التركيز في أي شيء آخر سوى سابق القلق الذي أنت به ولن تتمكن من الإنتاجية في أي شيء آخر فأيها الحبيب إن كنت متوتر أو خائف من أي أمر في هذه الدنيا أهم أمر أريدك أن تعرفه أنك لست الوحيد الذي تشعر بالقلق في هذه الدنيا أنت ربما قلق من نتيجة اختبار في المدرسة وغيرك ربما قلق من نتيجة سرطان عفنا الله وإياكم لا يمكن أن تحصي أسباب القلق عند الناس لا يوجد شخص في هذه الدنيا بلا هم حتى الطفل الصغير وإلا أسأله لماذا تبكي ليلة نهار صحيح أولا الدعاء أترك سبب قلقك لله عز وجل لا تشغل بالك بالتفكير به قل يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجني لا تستغرق في التفكير في سابق القلق وكلما جاءتك نوب التفكير وهم تذكر أنك تركت الأمر لله عز وجل ومن يستطيع مساعدتك سوى الله عز وجل سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحود في الظلمات دع الله عز وجل فقال قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم ثانيا الصلاة والعبادة في الصلاة يجب على الشخص الخشوع شو يعني خشوع يعني أن تفكر في كل آية قرآنية في كل تسبيح في كل ذكر في كل حركة تقوم بها أثناء الصلاة جرب اليوم ورد عليه ولو لمرة واحدة في حياتك يعني لو كان في مرة واحدة فكسرت عليه ردت لي هذه المرة شوف جرب أن تصلي اليوم صلاة بحيث تفكر في هذه الصلاة في كل آية قرآنية وفي كل تسبيح وفي كل ذكر بها بحيث تتماحن في المعاني صدقني ستشعر بشعور جميل ولن تتقاعس بعدها عن الصلاة إطلاقا لأنك ستشعر أن الله أمامك رحيم جدا بك يستجيب دعائك يرحم ضعفك عن الصلوات في اليوم إذا استطعت القيام بها وصليتها بتركيز صدقني ستستطيع فعل أي شيء في حياتك بتركيز خارق قلنا إلى الآن السموم الرقمية وعالجناه وأحلام اليقظة وعالجناه والسموم النفسية وعالجناه ولكن الأمر الذي لا نريد أن نعالجه هو الشرود الذهني الدماغ مثل العضلات يشعر بالإرحاق سيبدو ما سأخبرك إياه غريب ولكن اسمح لعقلك بالشرود يعني لا تتبنى فرضية الربود أنني سأجلس الآن وسأنسجز هذه المهمة ولن أتزحزح من مكاني حتى أنهيها صدقني من يقول هذا الكلام أول شخص يقوم فيترك المهمة يوجد تأثير اسمه تأثير زيكارنك ظاهرة نفسية تبين أن الناس تتذكر المهمة المتقطعة أو الغير مكتملة أفضل بكثير من لو أكملت المهمة يعني أثناء الدراسة لو كان عليك عشر صفحات لحفظها أنت تقوم عمدا بحفظ تسع صفحات وتبقي صفحة واحدة بدون حفظها فيبقى عقلك منشاغلا بتلك الصفحة وتلك المادة التي لم تنهيها فهذا التأثير يخبرك أن الدماغ سيتذكر التسع صفحات التي حفظتها بشكل أفضل لو أنك حفظت العشر صفحات مرة واحدة طبعا بعدها يعود الشخص ويراجع تسع صفحات ويحفظ العاشر ويذهب إلى اختبار هؤلاء الناس يتعمدون ترك مهمة غير مكتملة حتى يجبروا اللاوعي الخاص بهم على تذكر ما أنجزوا يتذكرون بنسبة تسعين في المئة حسب الدراسات والإحصائيات اسمح لعقلك بالشروط قليلا بحيث تقطع تلك المهمة ولا تكملها حتى يتذكرها دماغك بشكل أفضل الأغلب يفهم هذا التأثير خطأ يعتقد أن الشروط يكون للهاتف أو أحلام اليقظة خطأ طبعا فقط افعل يعني قم تحرك فقط ابدأ بدء العمل هو أكبر معيق للإنتاجية لأن قبل بدء العمل يتصور الدماغ أصعب الأمور في تلك المهمة فيحاول أن يخرجك من ذلك المأزق بالملهيات من حولك ولكسر ذلك الأمر افعل لا تفكر كثيرا مجرد أن تبدأ بالمهمة ذلك كافيا لأن تكملها في النهاية شاركت برايك في مكان التعليقات وإذا عجبك المقطع الهاتف نسأل عجاب به دمتم في آمان الله